اكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحرني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحرني لرياضة ذوي العزيمة أن مملكة البحرين خطت خطوات واضحة لرعاية ودعم أطفال التوحد وصعوبات التعلم من خلال المشاريع التنموية التي توفر العلاج والبيئة التعليمية المناسبة لهؤلاء الأطفال والتي يساعدهم على الاندماج بالمجتمع والحصول على فرصة اكتساب العلم والمعرفة ليكونوا قادرين على العطاء والمشاركة في بناء وتنمية البلاد في المستقبل القريب جاء ذلك خلال زيارة سموه لمركز دانة للتدريب الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للتوحد الذي يصادف شهر إبريل من كل عام وذلك بحضور وزير العمل والتنمية الإجتماعية سعادة السيد جميل محمد حميدان ووكيل الوزارة سعادة السيد صباح سالم الدوسري والوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي الشيخ عيشة بنت علي آل خليفة وعدد من المسؤولين بالوزارة وقد قام سموه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بجولة في أرجاء المركز زار سموه خلالها الصفوف الدراسية واستمع لشرح مفصل من رئيسة مجلس إدارة المركز داني للتربية الخاصة السيدة سمية صادح على البرامج المتنوعة التي يقدمها المركز لرعاية وتهيئة أطفال التوحد وصعوبات التعلم لاكتساب المهارات الأساسية والمعرفية والأساليب التعليمية الحديثة التي تساندهم لحياة أكثر ملاءمة وطبيعية وتهيئهم كذلك للاندماج في مختلف المراحل التعليمية والذي يساعدهم على اكتساب مزيد من العلم والمهارات والتي تسقل لديهم القدرات والإمكانات التي يستفيد منها في مراحل الحياة المختلفة وبهذه المناسبة قال سموه أن البحرين وضعت ضمن أولوياتها توفير العلاج الملائم والبيئة التعليمية المناسبة لجميع أفراد المجتمع لا سيما لأطفال التوحد وصعوبات التعلم مؤكدا سموه أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهرة البلاج المفدة حفظه الله ورعاه قد وجه لمواصلة الجهود لتنفيذ المشاريع التي تكفل علاج هؤلاء الأطفال ومنحهم المساحة والفرصة لاكتساب العلم والمعرفة وذلك تمهيدا لدمجهم في المجتمع وقال سموه أن زيارتنا لمركز داني للتربية الخاصة هي فرصة نعتز فيها بالمشاركة لمواصلة الجهود الرامية لدعم ذوي العزيمة بمختلف حالتهم وأضاف سموه أن هدفنا من هذه الزيارة أن نوجه رسالة تغير في ثقافة المجتمع بضرورة تقبل أطفال التوحد وصعوبات التعلم كأطفال طبيعيين يحتاجون فترة علاجية معينة يمكن تجاوزها بالدعم والتشجيع والبرامج والأسليب التعليمية المتطورة الحديثة التي يمكن أن تبرز لنا المواهب التي تمتلكها هذه الفئة كما أشارت الدراسات العالمية فيجب علينا جميعا أن نؤمن بقدراتهم وبأنهم قادرين على التعلم والتطور والاندماج لنكون فيهم الحب والولاء والوطنية وأن يكونوا قادرين على المشاركة في حمل لواء المسئولية والبناء والتنمية في الوطن الغالي وقد أشار سمو الشيخ خالد من حمد آل خليفة بالجهود الكبيرة لمركز داني للتربية الخاصة برئاسة سمية صالح متمنيا سموه في الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح للمركز في أداء رسالته النبيلة لخدمة المجتمع البحريني وعلى هامش الزيارة وقع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على لوحة تذكارية ضمنت إحدى مقولات سموه وهي ليس بغريب أن نسعى جاهدين للاهتمام بكم فمنكم نستشف أسماء معاني العزيمة في الواقع نحن من يحتاجكم كونكم أحد ركائز التنمية لطالما اتخذتم من السماء صفحة بات حبرها الإرادة والتي خطتها أنامل الخطاط البحريني أيمن جعفر وفي ختام الزيارة قدمت رئيسة المركز سمية صالح لسموه هدية تذكارية وقد تشرف أعضاء المركز بالتقاط صورة جماعية مع سموه ترجمة نانسي قنقر جهود مجتمعية يتم مضاعفتها بين الحين والآخر نحو دعم النقاط الإيجابية المتمركزة في أجساد براعمة بعمر الزهور ليعيشوا حياتهم ببساطة ودائما ما يكون البعض منهم بحاجة إلى دفعة قوية من الدعم ليتمكنوا بعدها الإثبات للعالم أجمع بأنهم أشخاص قادرون ولديهم الكثير مما يقدمون زيارة مركز دانا للتربية الخاصة التي بدر بها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة ذوي العزيمة إنما هي واحدة من تلك المبادرات والجهود التي حملت في مضمونها الكثير لذوي العزيمة نفتخر بزيارة سمو الشيخ خالد بن حمد لمركز دانا للرعاية الخاصة والحقيقة سموها يبدي اهتمام خاص بالرعاية الاجتماعية وبدو الإعاقة أو دو العزيمة نسميهم الآن وهذا المعحل الحقيقة يعني نموذج من المعاهد والمراكز التي تقدم عناية متخصصة بالتوحد بمعاونة الأطفال المصابين بإداء التوحد بالتغلب على صعوبات الحياة والاندماج والمجتمع واكتساب بعض المهارات الضرورية التي تهيئهم للدخول في التعليم الاعتيادي حقيقة تجربة ناجحة جدا وفيها كوادر متخصصة تفخر البحرين أن تستقطب العديد من الحالات من الدول الشقيقة في مجلس تعاون للعلاج والتأهيل عندنا في مثل هذه المراكز نسعيدين جدا بزيارة ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد لأطفال التوحد وذوي الهمم سعداء جدا بزيارته لمركز دانا للتربية الخاصة ومبادرته في متابعة أطفال أثناء جلساتهم اللي يتلقونها بالمركز من جلسات تربية خاصة أو جلسات نطق أو جلسات علاج وظيفي أو تكامل حسي مركز دانا للتربية الخاصة يسعى إلى تقديم خدمات جلية لهذه الفئة من حالات التوحد والصعوبات التعلم الذين يحتاجون فترة علاجية يمكن تجاوزها بالدعم والأسليب التعليمية المتطورة طبعا هنا وظيفتي أول ما هي عند الطفل أقيمها هل إيه هو بحاجة جلسات علاج طبيعي ولا لا بعض الأطفال عندهم نتيجة المشاكل الحسية تتحول مشاكلهم إلى مشاكل في الجسد فأنا أحاول كثير معظر أن أصحح وضعية جسمهم أحاول أقوي عضلاتهم الأطفال اللي بيحاجة إلى تماريم بشكل دوري أحاول أن أخذهم معي جلسات وأقيمهم في البداية بعدين أكتب تقارير لأهاليهم نقعد مع الأهل نتناقش في الحالة وعشان حصى على أفضل النتائج أخلي برنامج علاج منزلي لكل الطفل بحسب احتياجاته يواصل مع الأهل في البيت نحن نستخدم برامج كمان تابعة للتكامل الحسي اللي هو خاص بالإطربات الحسية للأطفال التوحد بنطور عندهم مهارات نحن نحن لديهم مشاكل حسية موجودة عندهم علشان يقدروا يتكيفوا بالبيئة المجتمعية اللي هم عايشين فيها غالبية أطفال التوحد اللي بيجوا لعننا عندهم مشاكل سلوكية من نشاط زائد من عض من سلوكيات صعبة شوي خلين سميع المجتمع الناس ما بتتقبلها وظفتنا نعدل هذا السلوك أساسي يكون أكثر تقبولاً للمجتمع وأكثر تقبولاً للأهل على الأقل لأهل أكثر الناس بيعانوا لأن الطفل بيكون فترة كبيرة مع أهله فمن واجبنا من وظفتنا أن نقدم هذه الخدمات مملكة البحرين خطت خطوات واضحة لرعاية ودعم أطفال التوحد والصعوبات التعلم من خلال المشاريع التنموية التي توفر العلاج والبيئة التعليمية المناسبة لهؤلاء الأطفال والتي تساعدهم على الاندماج بالمجتمع والحصول على فرصة اكتساب العلم والمعرفة ليكونوا قادرين على العطاء والمشاركة في عملية البناء والتنمية